كدلهم ثقة الجزائر والجزائريين في عودة الخضور بنتيجة إيجابية كما لمس الوزير الأجواء المشجع للغاية داخل المجموعة بعدما تواصل العمل في الحصة التدريبية الرابعة اليوم على الأرضية الاصطناعية في ملاحق المركز التقني لتعود على الأرضية قبل آخر حصة غدا والاتجاه نحو المطار الدولي هواري بومديان في حدود الثانية مساء نحو لومي وإجراء مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب طغولي الأحد الثامن عشر من الشهر الجاري ومن جهته يحذر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم بالعاصمة الغانية أكرا للمشاركة في كأس أمم